السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتوني جدا يا اخواتي دلوقتي انا نزلت الفيديو من برح بالليل ويعني ما جابش تفاعل فانا عاوزك دلوقتي تنزل تعمل لايك عشان انا بنزل لك اللي انت عاوزينه فيديو تطلب منه ونزلته لكم اهو تمام يلا نخش في الشرح بقى نجيب لكم النهاردة بلوكة الوقت والتاريخ تمام هتضيفهم ازاي في تطبيقك او في مشروعك تابع معي هتبدأ ان انت تخص على شكيت شوير تمام بتخش على قناة بتاعة التليجرام عشان كلهم بيتكلموا مع بعض اهو يعني اي حاجة هتطلبها او اي حاجة هتوعزها هتلاقيها على قناة التليجرام معارفتش هتبدأ ان انت تتكلم في الجروب وتقولهم مشكلتك وهم هيحلها لك او انا لو موجود هيحلها لك مشكلتك تمام يا اخويا هنبدأ اهو المشروع ده اللي هنستعمله جديد هنبدأ نخش عليه تمام ركز معي طبعا انت هتعملها في المشروع بتاعك وبالتصميم بتاعك بس انا هبدأ ان انا هوريك بس ازاي تضيفها هدف لان انت تضيف آآ بعد كده هعملها بالمنظر دوت تمام يا اخواتي هبدأ بس بالمنظر دوت بعد كده هبقى ان انا اعمل آآ الجاذبية عشان اللي عناصر تنزل في النص تمام هبقى ان انا نزل يا اخواتي هنزل اتنين بالمنظر دوت تمام هبق اول هبقى ان انا هحط فيه بالمنظر دوت تمام بعد كده هبقى ان انا اعمل هاجع عند الجاذبية اخليها وسط بعد كده قلب اخوك هتبدأ ان انت تجيب عند الخط كده وتعمله عشرين تمام هتيجي هنا عند اللي فيه وهتيجي عند العرض هتعمله امتين متين وخمسين او على حسب انت عاوزوا ايه تمام انا هعملوا مية وخمسين عشان هحط الاتنين جنبيه بعض بالمنظر دوت وهبقى ان انا اشيله كده واحطه في اللي انر اللي انا ضيفه تحت بالمنظر دوت يا اخويا بعد كده هبقى ان انا احفظها وانزل واحدة تانية بالمنظر دوت يعني مسلا يعني مسلا يعني هعملها كده تمام بعد كده هبقى من فوق كده اللي انا ادوس عليه هنصر المحفوظة واطلع كده اهي اخير واحدة عندي هبقى ان انا اجيبك كده بالمنظر دوت تمام يا اخوتي بعد كده اركز معي بقى هندبقى ان احنا اه نعمل ندوس على اللي اللي فيه الاتنين دول وبعد كده اركز معي هنبدأ نعملها وسط اكيد انا اشريح لك باختصار طبعا تمام هتيجي عندي اول هنا او تاني هتجي عندي هامش او تمام بعد كده هتبدأ ان انت تشيل العلامة الكل او الول بعد كده هتجي فو هنا جدا وهتبدأ ان انت تعملها عشرة اللي هيشمل ويمين يعني تمام وهتيجي عند الليكه التاني هتيعكس بدل ما انت هتعمل هي فو هتعملها تحت بالمنظر دوت هتبدأ ان انت هدفع عشرة تمام هيبقى معك بالمنظر دوت يا اخويا. تمام? وسلنا لغاية كده. هتبدأ ان انت تجيب اللينر اللي برا ده. او اللينر خالص معاك وتحطه ابيض. تمام. بعد كده هتبدأ ان انت تخش على المكونات. هتبدأ تضيف المكونات ديت معايا. هتبدأ تضيف بمنزر دوت. هتبدأ ان انت تحط اي مكون. اي مكون في خيالك. مسلا انا هحط سي سي. تمام. بعد كده هتبدأ ان انت تيجي عند واتحط برضك اي حاجة. تمام? المنزر دوت. بعد كده هتبدأ ان انت ترجع على احداث كده يا قلبة خوك. تمام? طبعا انت هتجيب البلوكة. بس دلوقتي هنعمل ايه? دلوقتي هتبدأ ان انت تخش على العرض. تمام? وهنبدأ ان احنا ننزل البلوكة دي معنا. هنركز معي عشان انا همخلي التطبيق بالعربي. هتبدأ تنزل البلوكة ديت. استنى. تمام. هتبدأ تنزل البلوكة دي فوق. دي بتاعت الحواف بتاعت اللينار. بتاعت اللينار بطاعت الوقت والتاريخ. تمام? هتبدأ تنزله اتنين بالمنزرة دوت. لان ان انك انت اضأي في الوقت والتاريخ. لو و ди في الوقت بس اتنزل احت Tanimo. المهم. الوقت والتاريخ. الوقت والتاريخ هتلوم text view واحدة و text view اثنين. تمام? بعد كده هتبدأ ان انت تحط هنا عشرين في الاول دي واحدة. هتبدأ تحط عشرين. وتحت هتبدأ تحط عشرين برضك. تمام? وفوق هتحط خمسة الناحية التانية. وهنا هتحط نفس الكلام خمسة. وهتشوف انت عاوز بلون ايه? استنى كده قلب خوك. انا معك واحدة واحدة اهو. يعني انت عاوز دوت اللي فيه الوقت والتاريخ بلون ايه? تمام? انا مسلا انا هخلي التكست فيو اه ابيض. يعني لون التكست فيو ابيض. بالمنزر دوت فين? اللون الخط هخليه ابيض. وبعد كده هجل ناحية التانية. لون الخط هخليه ابيض برضك بنفس الكلام. تمام? بعد كده هبدأ نرجع على الاحداث. وهنعمل احنا اللون اللينر هنخلي ايه? لون اللينر هنعاوزينه حاجة غمق. تمام? شوف انت بقى اه تختار ايه? تمام مسلا انا اختار اه ده. تمام? مسلا يعني انت تشوف اللون اللي يعجبك. انا اختار دوت وهتجي عندي اين اخر اخر واحدة? يعني بص. هتجي عندي اخر واحدة هتحط نفس اللون. المنزر دوت عالب اخوك. استنى. هيبقى معك بالمنزر دوت. تمام? كده هتبقى ان انت تعمل ايه بقى? هتبقى ان انت تضيف البلوك بتاعتك. اللي ما يعرفش دي زي دي في البلوك بتاعتك انا شرحها في كذا فيديو بس انا هورق لهم كده على السريع وارجع لك لان انا ضيفة اساس. هتبدأ ان انت تدوس على المجامعة اللي هي المحفوظة. بعد كده هتبدأ ان انت تدوس هنا وتدوس اول حاجة بلوك. تمام? اواجبها من بر عادي. وهتبدأ ان انت تدفى من فوق. تمام? هتبدأ ان انت تعمل مجلد وتدفى. يا اما تخش على اي مجلد من هنا وتبدأ ان انت تدفى من اول واحدة. وتشوف انت حديتها فين وتعمل سليكت اول. تمام? هنرجع كده. هنبدأ ان احنا نخش على المكون. وهنبدأ ان احنا ننزل اه هنجا عندي الطايمر وهننزل ديت كده بالمنزر دوت. تمام? ركز لو البرنامج عندك بالانجليزي. تمام? بعد كده هتبدأ ان انت تطلع كده عند كالندر. الخصائص بتاع الكالندر. وهتبدأ ان انت تنزل اه احصله الان. هتبدأ ان انت تنزله وبعد كده هترجع على العرض. تمام? وهتنزل كده لغاية خصائص التكستبيو. خصائص التكستبيو ايه? هتلاقي حاجة اسمها اه اللي هي اول واحدة اللي هي نص مجموعة. وتبدأ ان انت تضيفها هنا. تمام? هترجع على المكون تاني. ركز. هتلاقي حاجة اسمها كالندر صيغة. ديت. هتبدأ ان انت تنزله هنا بالمنزر دوت. تمام? هتبدأ ان انت تضيف بقى الطايمر. اه بعد كده هتيجي هنا هتعمل سفر. اه لكل مية. بالمنزر دوت. تمام? هتيجي عند كالندر اللي هي احصل الان. وتبدأ ان انت تتفع علىها. تمام? وهتيجي هنا هتحط تكستبيو واحد ولا تكستبيو اثنين. مسلا انا اخلي التكستبيو واحد دوت. هخليه للوقت. تمام? مسلا اخليه للوقت. فانا هاجي هنا هعمل ايه? هشوف انا حطت البلوكة بتاعتي ضعيفة فين? فاني مجلد. انا ضعيفة هنا مسلا. وهبدأ ان انا هاجي هنا هتلاقي مكتوب على الوقت. هتيبدأ ان انت تجيبها بالمنزر دوت وتحطها هنا. تمام? عاوزين نضيف بقى التاريخ. انت هتكون حافظها. وهتبدأ ان انت تنزلها بالمنزر دوت. تمام? وبعد كده هتبدأ ان انت تحط التاريخ. طبعا انا استحق اللايك انزي لعمل اللايك يلا. تمام? انا اضيف المكونات تتأكد. هتيجي هنا بس عندي تكستبيو هتخليها اثنين. لان التاريخ في تكستبيو اثنين. تمام? وتكستبيو واحد دلوة. تمام يا قلب اخوك? بعد كده تبدأ ان انت تطلع كده بالمنزر دوت. وهنبدأ ان احنا نجمع التطبيق ونشوف الدنيا اللي احنا عملناها. يا اخوات انا بتعف في الفيديوهات دي. يعني انت لو دقلت على القناة هتلاقي فيديوهات كتير او فيديوهات حلوة وشرحات حلوة وبشارحها بالتفصيل. يعني انا بتعف فيهم في ياريك تقدر وتنزل تعمل لايك وتشارعه على صحابك. تمام? هنبدأ ان احنا ندوس على ادات تثبيت الحزم. وهنبدأ ان احنا ندوس تثبيت. بعد كده قلب اخوك هتبدأ ان احنا ندوس فتح. وهنشوف المشروع معانا هيزهر معاك بالمنزر الجامع الدوت. طبعا هم عندي بالعربي لان انا عندي التليفون بالعربي. لو انت عندك التليفون بالانجليش هتبدأ ان انت تلاقيهم عندك بالانجليزي. تمام? وده كان الشرح التعال النهاردة ياريت له عجبك اتنساش تعمل لك وتشترك في قناة وتفعيل جرز عشان نوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.